نخلي بان من حساباتنا الشخصية واحد اتنين أنظمة التشغيل يفضل يفضل على العموم الكلام ده نعيد بناء نظام التشغيل نقوله جديد نعم في رؤية منازل كذا والميلوير مثلا اللي هو الانتي فيروس اللي قلت عليه حساباتنا الشخصية بلاش نقول ان الباسورد هو طبقة الحماية بتاعت الاكاونت لا في حاجة توازي الباسورد اسمها اكسس توكن شفرة كود لو انا عرفت اوصل للأكسس توكن بتاع حضرتك اقدر اعمل اي حاجة بحسابك فنعمل ايه اي بلاتفورم اي منصة ادخل على الاعدادات بعد كده الخصية من بره في القيمة هتلاقي في حاجة اسمها أبليكيشنز او اي بي بي اس أبز and ويب سايتز المنطقة دي هي اللي بدخل جواها الغلطة اللي انت غلطتها يعني اللي انت غلطتها قبل كده تدور علي تلاقيه فين في الابز والويب سايت تطبيقات ومواقع تدخل تلاقي اللي تشوفه وعمل لي ريموف اعمل ريموف احزف طب بعد ما تحزف الطرف الثالث عرف في السيرفر عنده ان انت شلت العدد بيقل تعمل ايه بقى تشانج باسفورد بعدها تمتع بالانترنت بخصوصية بخصوصية حلو قوي بص انا عايز اطلب منك طلب هو الاسب بس الفقرة خلصت وانا بجد عندي شغف ان انا اعرف اكتر انا عايز المرة الجاية لما هنعم لو فيه امكانية فيه معنا فيديوهات تشرح ده يعني طول المساس بدول ولا جهات ولا كلام منت تشرح يعني ايه هجمة الكترونية تشرح يعني ازاي مثلا اللي شرحتوه الوقت اخشت على الساتينس طب انا هفتح مزبوط 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 الحاجات دي عشان دي بتبقى حلوة للمشاهد انه يشوفها قدام عينيه ما يطلقش العنان اللي خياله ويبقى بيسمعنا ومسك التليفون وقعد عمال بيعمل كده فان المهم عندي ده ان الناس تبقى فاهمة ازاي تحمي نفسها وكلنا نبقى فاهمين يعني ايه هجمات سايبرانية من جهات على جهات طب الواقف هنقف ماشي هنقف لا لا ده ابراطور لنقوف مقولكش مزبوط كده ونشرح خطوة بخطوة ياريت أنا موافق خلاص توقعنا على الله تحياتنا لك انا بشكرك جدا 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 بجد